اشتركوا في القناة والزعنفة الشرجية صغيرتان ومتماثلتان وتقعان في نهاية الجسم خطمه قصير وبه زوجان من فتحتي الأنف وفمه طرفي وله أربعة أسنان قوية لون الخلفية متغير ويمكن أن يكون رمادي بني فاتح أو أزرق داكن أو أصفر ساطع أو أصفر برتقالي وأيضا في بعض الأحيان ثنائي اللون مثل الأزرق والأصفر يحدث تلوين داكن حول العينين والفم يظهر على الجلد بقع داكنة تختلف في الحجم والشكل يتواجد هذا النوع من الأسماك في المياه الاستوائية من المحيط الهندي إلى الجزر الوسطى للمحيط الهادئ وهو ما يعادل تقريبا منطقة المحيطين الهندي والهادئ باستثناء البحر الأحمر وتعيش بالقرب من منحدرات الشعاب المرجانية الخارجية والبحيرات من السطح إلى عمق خمسة وعشرون مترا يتغذى هذا النوع من الأسماك على اللافقاريات القاعية والإسفنج والطحالب والمرجان مثل القشريات والرخويات تحتوي هذه الأنواع من الأسماك على السم القاتل الذي يحميها من الحيوانات المفترسة ومن أجل درء الأعداء المحتملين يمكنهما نفخ أجسادها عن طريق ابتلاع الهواء أو الماء ترجمة نانسي قنقر